السلام عليكم متابعي دراما سبورت اليوم بدي أتوقع أبطال الدوريات الخمسة الكبرى وكذلك رح أتوقع بطل الدور السوري بطل الدور العراقي وبطل الدور السعودي لزيادة الصعوبة بس قبل ما أتوقع لازم نبارك للأخ أحمد الكسيح المتابع الدائم للقناة الفوز بجائزة توقع بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي توقع بايرين ميونيخ وحصل هذا التوقع على الإجابة الصحيحة والأخ أحمد الكسيح من مدينة السلامية حصل على الجائزة من قبل شركة بكري عداس للألبس الرياضية وشركة بكري عداس هي الشركة الراعية والرسمية لقناة دراما سبورت اللي بتقدم الجوائز للمتابعين شركة بكري عداس مثل ما حكينا للألبس الرياضية وبتصدر الألبس الرياضية بسوريا داخل سوريا وكذلك للدول المجاورة لسوريا تركيا لبنان الأردن والعراق وعنوان شركة بكري عداس مدينة حلب المشارقة صفحة الشركة موجودة بالوصف بوصف هذا الفيديو بتمنى تزوروا الصفحة الرسمية لشركة بكري عداس وكمان تتعرفوا على الأسعار والمنتجات وهلا يا شباب رح أشرح بشكل سريع شروط الفوز بجائزة توقع أبطال الدوريات الكبرى وكذلك لازم تتوقعوا بهالمرة الفائز أو بطل الدور السوري للموسم القادم بطل الدوري العراقي وكذلك بطل الدور السعودي أول شرط يا شباب تكتبوا تعليق واحد تعليقين للأسف ما رح ناخد فيه وتاني شغلة يا شباب ممنوع تعديل التعليق بمجرد ما عدلت خلص انتهت يعني ما مستحيل حتى لو كانت كل الأجوبة صحيحة فما رح تربح معنا لذلك فكر منيح قبل كتابة أي تعليق وتالت شغلة لازم تطلع كل التوقعات صحيحة بطل الدوري الإسباني الإيطالي الإنجليزي الألماني الفرنسي وكذلك بطل الدور السوري العراقي والسعودي ورابع شغلة وهي الأهم الأولوية حتكون للمتابع الدائم في خاصية جديدة أكيد تعرفتوا عليها بالمسابقة السابقة لذلك الأولوية حتكون للمتابعين الدائمين واللي جنب أسماؤن في قلوب لذلك هاي الخاصية حتساعدنا بمعرفة الفائز بسهولة وخامس شغلة هالمرة نحنا أضفنا ثلاث دوريات الدور السوري العراقي والدور السعودي لذلك الأمور حتكون أصعب بشوي من المسابقة السابقة ولذلك حنختار ثلاث أشخاص يعني نحنا بالعادة عم نختار شخص واحد للفوز بجائزة توقع أبطال الدوريات لكن هالمرة رح نختار ثلاث أشخاص العدد أكبر وكذلك الأمور أصعب وآخر شغلة يا شباب رح أحكي عنا سادس شغلة اللي هي أنه اللي فاز بالمرات الماضية ما رح يفوز مرة جديدة يعني خلص انتهت هو أخذ فرصته بالفوز بالجائزة فلازم نعطي الفرصة للبقية بظن شرحت بما فيه الكفاية شروط التوقع عدم تعديل التعليق عدم كتابة أكتر من تعليق وكذلك يعني اللي فازه بالمرات السابقة ما حيفوزه هالمرة وكذلك الأولوية حتكون للمتابعين الدائمين بالقناة مو كل سنة مرة عم تيجي على القناة عم تكتب تعليق ما حتفوز بطبيعة الحال لازم تكون من المتابعين أكيد يا شباب بتمنى تزوروا صفحة شركة بكري عداس لأن الصفحة بتستاهل صفحة الفيسبوك وموجود الرابط بالوصف زوروا الصفحة شوفوا المنتجات وأكيد حتعجبكم الأسعار والمنتجات وهلا يا شباب رح أحكي عن توقعاتي لكن دير بالك لا تغش من توقعاتي لأن غالبا توقعاتي ما بتطلح صحيحة فما بنصحك اليوم الأداء سيء تلملي على الأداء يا غالب نبدأ من الدوري الألماني توقعي وبشكل مباشر بايرن ميونيخ كل موسم عم بحكي بايرن ميونيخ وعم بيربح بالدوري الألماني لذلك ما فيني أتنازل عن هذا التوقع كمان بالنسبة للدوري الفرنسي رح أختار باريس سان جرمان صحيح يخسر بأول مبارتين لكن أنا متأكد تماما أن باريس حيحقق لقب الدوري الفرنسي وبفارق من النقاط ما في فريق بالدوري الفرنسي ممكن يجاري تشكيلة باريس سان جرمان لذلك توقعي بالدوري الفرنسي باريس سان جرمان توقعي بالدوري الإيطالي كمان ما حغيره كل موسم عم بحكي يوفينتوس وعم بحقق لقب الدوري الإيطالي ممكن نلاقي هذا الموسم منافسة من انتر ميلان من اسي من لاتسيو من نابولي من روما صعب جدا لكن دائما يوفينتوس كعبه أعلى من بقية الفرق فلذلك كمان توقعي يوفينتوس مثل ما شايفين يا شباب تلت دوريات بايرن ميونيخ بالدوري الألماني باريس سان جرمان بالدوري الفرنسي يوفينتوس بالدوري الإيطالي بظمت للدوريات سهلة بالتوقع الدوري الإنجليزي بنظري صعب جدا تتوقع فيه لكن رح اختار مانشستر سيتي الموسم الماضي حقق ليفربول بطولة الدوري لكن بتوقع عودة مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي فبالتالي توقعي بالدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي أما بالدوري الإسباني فصعب جدا تتوقع أي فريق بره ريال مدريد أو برشلونة لذلك دائما بيكون الدوري محصور بين ريال مدريد وبرشلونة وأحيانا أتلتكو مدريد بيفود بالمنافسة شخصيا بتوقع استمرار أو حفاظ ريال مدريد على اللقب علما أنه أنا من معجبي رونالد كومان وبظن أنه حينجح مع برشلونة لكن ممكن مو بالموسم القادم ممكن بعد موسمين إذا استمر مع برشلونة لذلك كومان أنا شايف أنه مدرب ناجح ومدرب حيكون ناجح مع برشلونة بس مو بالموسم القادم توقعي لصالح ريال مدريد بالموسم القادم نروح للدوريات الثلاثة الأخيرة اللي بنا نحكي عنها الدور السوري الدور العراقي والدور السعودي بالنسبة للدور السوري أكيد حتكون المنافسة بين 4 إلى 5 فرق من المتوقع يعني تشرين حطين الوحدة الجيش ممكن الاتحاد الكرامة الطليئة يعني بصراحة لكن الأربع اللي جابه تعاقدات تشرين الوحدة حطين والجيش شخصيا بتوقع كمان نادي تشرين يحافظ على لقب الدور السوري أما بالنسبة للدور العراقي فكمان حتكون المنافسة بين 3 إلى 4 فرق دائما منشوف منافسة بين القوة الجوية الزوراء والشرطة لكن هالموسم الظاهر نادي الديوانية كمان مع التعاقدات الأخيرة ممكن يفوت بمنافسة الدور العراقي بصراحة أنا رح أختار القوة الجوية لوجود اللاعب زاهر ميداني لاعب السوري زاهر ميداني لذلك أنا رح أختار القوة الجوية لأن بتمنى فوز الفريق لكوني من محبي زاهر ميداني والدور الأخير اللي بنا نحكي عنه وبدأتوقعه بصراحة من دون أي شرح رح أختار نادي الهلال الموسم القادم بتوقع نادي الهلال يفوز بالدور السعودي هاي هي كل توقعاتي لكل الدوريات الدوري الألماني بايري مونيخ الدوري الفرنسي باريس سان جرمان الدوري الإيطالي يوفينتوس الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي الدوري الإسباني ريال مدريد الدوري السوري تشرين الدوري العراقي القوة الجوية والدوري السعودي الهلال السعودي وهيك يا شباب أنا بتمنى كمان أنتوا تتوقعوا بنفس الترتيب الدوري الفرنسي الدوري الألماني الدوري كل دوري وتكتب باسم الفريق اللي بتتوقع فوزه لا تعبدل بالتعليق مشان تربح مثل ما حكينا هالمرة رح يربح ثلاث أشخاص مو شخص واحد لذلك الفرصة سانحة للجميع إن شاء الله وكمان قبل ما أنسى رح نوقف التعليقات بعد يومين من نشر هذا الفيديو لأن بعدها مستحيل تعديل الفيديو لحتى تخلص كل الدوريات وبعدها حنظهر ونشوف التعليقات المكتوبة ممكن 500 ألف تعليق المهم بهذا الحدود حنشوف كل التعليقات وتكون الأولوية للمتابعين الدائمين إذا كانت الأجوبة صحيحة إذا ما كانت الأجوبة صحيحة حنختار من الناس الموجودة اللي كاتبة تعليقات صحيحة واللي كاتبة توقعات صحيحة متمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلام